من منطلاق عملية الفرس الشهم الثلاثة في نوفمبر الماضي بأمر من صاحب السمو الشيخ بحمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله بلغ عدد الطرود التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة زهاء مليون طرد أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن آلاف الأسر النازحة التي خرجت من بيوتها جراء العمليات الجارية كما تم توزيع أكثر من واحد وسبعين ألف خيمة إيواء وزعت الفرق الإغاثية الإماراتية أكثر من مليون ومائتي ألف كسوة شتوية فيما تم توزيع نحو ثمانية وثمانين ألف طرد صحي بالإضافة إلى أكثر من أربعة ألاف خيمة واثنين وأربعين ألف طرد صحي للنساء والأطفال وثمانية عشر طن من الأغطية المقاومة للشمس والرياح والأتربة وألف وستمائة حقيبة إغاثية وتعد الأكبر وزنا منذ انطلاق العمليات الإغاثية الإماراتية كما أقامت الدولة ست محطات لتحلية المياه في رفح المصرية لضخ مياه الشرب لفائدة أكثر من ستمائة ألف مستفيد من أهالي القطاع وتم إنجازها خلال ثلاثة أشابيع وكذلك أرسلت الدولة خمسة مخابس أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من اثنين وسبعين ألف نسمة أدريك موسيقى موسيقى أدريك